منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة الدبابات الإسرائيلية تطلق قذائفها باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفع هذه المنطقة التي أطلت عليها الدبابات الإسرائيلية من خلال تواجدها في منطقة تل الزعرم هذه المنطقة في أقصى منطقة جنوبية لمدينة رفع وبالتالي كل محيط هذه التلة أراضي الزراعية خالية ومنطقة حدودية هناك استقرت الدبابة الإسرائيلية ما زالت حتى هذه اللحظة تطلق قذائفها باتجاه العائلات النازحة في المنطقة الغربية لمدينة رفح نتحدث عن هذه المدينة فيها كان ما يقارب من نصف مليون مواطن ونازح في هذه المنطقة على مدار الأيام القديمة الماضية ولكن بسبب توغل الدبابات الإسرائيلية لأول مرة أن تصل في قلب مدينة رفح من الجهة الجنوبية بدأت هذه العائلات بالمغادرة باتجاه منطقة مواصي خنيونس حتى هذه اللحظة نشهد عملية نزوع كبيرة جدا لهذه العائلات باتجاه منطقة مواصي خنيونس واتجاه منطقة مدينة دير البلح هنا في مستشفى الشهداء الأقصى عدد كبير من العائلات يحاول البحث في محيط المستشفى لأن هنا عدد كبير من الأراضي الزراعية والخالية وهناك متسع لهذه العائلات من أجل نصب خيامها في هذه المنطقة منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة مدينة خنيونس وسقط ثلاث ضحايا منهم مدير الإمداد والتجهيز في الشرطة الفلسطينية بغزة وكان هناك استهداف آخر لمنزل في مخيم النصرات وكان هناك نقل لثلاث إصابات من منطقة مخيم النصرات أما في منطقة مخيم البرج جيش الإسرائيلي قصف منزلا لمسعف يتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وسقط ضحية برفقة عدد من أفراد أسرته في مخيم البرج قبل قليل الهلال الأحمر الفلسطيني قال أنه اضطر إلى نقل المستشفى الميداني المتواجد في منطقة مواصف مدينة رفح إلى منطقة مواصف مدينة خنيونس خاصة وأن هذه المنطقة أصبحت الآن خارج عن الخدمة وقذائف المدفعية الإسرائيلية تصل إلى كل مناطق في المنطقة الغربية لمدينة رفح وبالتالي الآن هناك حارة نزوح كبيرة مغادرة لكل هذه المنطقة حركة نزوح كبيرة أسامة في ظل تكثف القصف سواء من الجو أو حتى من البرب المدفعية من نقطة انطلاق النازحين وحتى وصولهم إلى خان يونس وغيرها من المناطق مناطق الوسطى ولكن هناك كذلك حديث عن المزيد من التوغل للدبابات العسكرية والتمركز داخل رفح هل نحن على علم بهذه النقاط التي تتمركز فيها الدبابات الآن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان المنطقة الشرقية بالإخلياء وأخلوا منازلهم أيضا سكان منطقة وسط مدينة رفح تم إبلاغهم بالإخلاء قبل عدة أيام وبالفعل أخلوا منازلهم بسبب كثافة الاستهدفات لكن سكان المنطقة الغربية لم يتم إبلاغهم إلا بكثافة النار والاستهدفات الإسرائيلية على المنطقة الغربية لم يتم إبلاغهم ولكن يبدو أن هذه المنطقة الآن مستهدفة والجيش الإسرائيلي يجبر السكان على المغادرة والنزوح الجيش الإسرائيلي بات على بعد أقل من كيلو متر واحد من قلب مدينة رفح وتحديدا في منطقة مفترق العودة هذا المفترق الرئيسي والهام في قلب مدينة رفح الدبابات الآن تقترب من هذا المكان متواجد على مقربة منه وتحاصل كل المنطقة الحدودية أقرب منطقة حدودية أقل من كيلومتر باتجاه منطقة مفترق العودة وبالتالي الدبابات انطلقت من معبر رفح البري وصولا إلى المنطقة الغربية لمدينة رفح وهي المنطقة الساحلية وبالتالي الجيش الإسرائيلي سيطر على أكثر من ثلثي محور في لدلفيا وكل المنطقة الحدودية والآن يتعمق في قلب مدينة رفح ولكن من المنطقة الحدرية حتى هذه اللحظة لم يدخل الشوارع ولم يدخل إلى قلب المدينة من الجهة الغربية ولكن يتمركز عبر هذه التلة ويقصف يجبر السكان على المغادر والنزوح باتجاه منطقة مواصر خان يونس